موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزاء الكرام في هذه المداخلة الجديدة وأشكركم من القلب جزيل الشكر على متابعاتكم واهتماماتكم ومراسلاتكم لنا وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى حرص الكثيرين على الاستماع إلى الصوت المتوازن والصوت العقلاني الذي نحتاج إليه في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها أوطاننا عموماً والجزائر بصفة أخص أحمد ويحيا اسم شغل الجزائريين على مدار سنوات طويلة سواء في عهد الرئيس الأسبق اليمين زروال أو في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذا الرجل الذي جسد صورة النظام أو بؤس النظام في أحلك حالاته هذا الرجل الذي خرج من اللاشيء وصار كل شيء هيمن على مدولي بالدولة وصار يتحكم في لقمة عيش الجزائريين وصار يتحكم في حريتهم وصار يتحكم في سلوكياتهم ومصيرهم وصار يتحكم في مستقبل وطنهم هذا الرجل الذي تخرج من المدرسة العليا للإدارة وأدى الخدمة العسكرية وكان يكتب في صحيفة الجمهورية على ما أعتقد باسم المستعار والتحق بالخارجية ثم اشتغل في سفرات جزائرية في عدة دول وذهب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ثم تولى مناصب عليا في وزارة الخارجية وبعد ذلك التحق برئاسة الجمهورية في عهد اليمين زروال الذي عينه نعم كان في رئاسة الجمهورية ولكن عينه رئيس ثم صار مدير الديوان ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس اليمين زروال وبعدها وزير أول ووزير أول عدة مرات رئيس حكومة وما إلى ذلك ووزير عدل وكثير من المناصب وفجأة أصبح له الحزب الحاكم الأرندي هذا الحزب الذي كان سيؤسسه بتشين وجماعة بتشين وبعدها تم تأسيسه كان في رئيسه بن بعيبش وبعد ذلك أخرج بن بعيبش وتحول هذا الحزب الذي ولد كما يقول الجزائريين ولد بشلاغمو وقاد أو يحيى أشهر عملية تزوير في البرلمان في عام 2007 عفوا 1997 وقاد أو يحيى أشهر عملية تزوير في تاريخ الجزائر السياسي وكان ذلك عام 1997 وفجأة هذا الحزب الذي ولد من العدم أصبح له الأغلبية البرلمانية وإذا هكذا وهكذا هذا الوزير الأول وهذا رئيس الحكومة والوزير السابق احتقر الجزائريين كثيرا خاطبهم بعنجهية كان يتصرف بغرور ليس له مثيل والذي لا يعرفه الجزائريون أن الكثير من رجال المال والأعمال الذين استغلوا فرصة الأزمة وأصبحوا من أثرياء الأزمة وتحصلوا على المليارات من البنوك كانت بإعاز من أحمد أو يحيى أحمد أو يحيى الذي كان من يريد أن يلتقي به من رجال المعمال والأعمال خارج الأضواء يدفع المليارات عبر وسائط مختلفة كي يصل إلى أحمد أو يحيى هذا الرجل الذي امتلك الجزائر امتلك الجزائر عبر لبهات مختلفة وعبر شبكات لا تحسى ولا تعمل هذا الرجل الذي صار يبسط له السجاد الأحمر كي يكون خليفة بتفليقة حتى في اللحظات الأخيرة أو في آخر أيام العهدى الرابعة كان على يقين أنه سيكون هو الرئيس القادم وحدثت تصفية حسابات معه ومع مدير العام السابق للشرطة الذي صار الآن يقبع بعائلته كلها في السجن وبذلك انتهت أسطورة أحمد أو يحيى حقيقة لن نخوذ كثيرا في مسيرة هذا الرجل الذي كان استئصاليا حد النخاع في فطرة عندما كان يقتل الجزائريون كان يصف الحوار بلا حدث كان ضد أي حوار ما بين الجزائريين لإخراجهم من تلك الأزمة الدامية التي ورطها فيها أو ورط البلاد فيها ثبات فرنسا وتلك القيادات المتطرفة في بعض الأحزاب وفي مقدمتهم جبهة الإنقاذ وغيرها من الأحزاب الأخرى الأرسيدي وغيرها الذين كانوا متطرفين إلى حد النخاع التقى استئصالي متطرف مع إسلامي متطرف مع علمنجي متطرف وتطاحن هذا التطرف ودفع ثمن هذا المتطرفين هؤلاء المتطرفين دفعه الشعب الجزائري بنحو ربع مليون قتيل ومليارات أكثر من سبعين مليار أو ستين مليار دولار خسائر وبنى تحتية ودمار حل بالبلاد آد لولا لطف الله ثم إرادة بعض الرجال لكانت الجزائر في خبر كان أحمد أو يحيا الذي أدخل الناس إلى السجون ونذكر حملة الأياد البيضاء التي مست الكثير من الإطارات وصف حساباته مع كل من يشم فيه رائحة لا تعجب أو تزعج أحمد أو يحيا أحمد أو يحيا لما كان وزيرا للعدل أذكر حينها أنني كنت في السجن واندلعت وكان ذلك في عام 2001 2002 في تلك الفطرة اندلعت حرائق في الزنزين حيث كانوا المساجين يشعلوا للمطلة تنتاعهم احتجاجا على الظروف السيئة التي يعانون منها وكان أو يحيا في ذلك الوقت وزيرا للعدل وزار عدة سجون وكان ماذا يأمر تخيلوا ماذا يأمر لم يأمرهم بأخذ الاحتياطات بل قال لهم وهذا سمعته بنفسي من أحد ومدراء السجن فقال لهم عندما أي قاع تحرق مطلة ما تحلوش عليهم خليهم يموتوا جميعا قال لهم تموت صالة وحدة والروجولها في الإعلام ستنتهي الحركات الاحتجاجية هكذا عامل أحمد أو يحيا المساجين أحمد أو يحيا لما كنت في سجن الحراش قام بزيارة غير معلنة وكان حينها أعتقد وزير أول وزار سجن الحراش وكان بذلك الوقت مدير حسين بومعيزة الذي تولى مسؤولية السجن سنوات طويلة وأغرق في الفساد وكنت حينها في السجن وقمت بذلك الوقت بإعداد تقرير صحفي حول المصالحة التي بدأ يروج لها بوتفليقة أنذاك ونشر في صحة أحد الصحف أنذاك تحت عنوان الجريدة الفلانية تخترق سجن الحراش ونشر التقرير باسم أحد الزميلات في ذلك الوقت تفادياً للمراحقات التي قد أتعرض لها وأدى ذلك إلى صدام كبير ونزلت فرق التحقيق ووجدت السجن يغرق في فساد لا نظير له وسجن بومعيزة بملف الفساد وانتهت أسطورته كان ذلك قبل سقوط بومعيزة زار أويحيا سجن الحراش وكان كثير من الناس يعانون من الصحي وكذا 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 ولما تسربت بعض الأخبار أراد المساجين أن يحاولوا أن يصلوا إلى أحمد أويحيا فأرسلوا أحد الحراس إلى ضابط وضابط أرسل إلى المدير في اليوم الموالي جاء المدير بومعيزة وقال بالحرف الواحد نقل بالحرف الواحد رسالته إلى المساجين ماذا قال لهم؟ قال لهم أن أويحيا يقول لكم أنتم لا تستحقون الحياة كيف أستمع إلى أناس؟ من المفروض يقتلون ويذبحون ويهانون حتى نرتاح من ميزانيتكم من ميزانية المساجين رغم أنه فيهم ظالمين وفيهم مظلومين حتى الظالم يجب أن يعامل بآدمية في السجن هذا السجن صار أو يحيى نفسه نزيل في أحد زنازين هذا الاستئصالي الذي رفض حوار الجزائريين كي تطوى تلك الصفحة السوداء من تاريخهم كي تطوى تلك الصفحة السوداء من تاريخهم وتحقن دمائهم أغرق البلاد في الفساد والمليارات نهبت وأكثر من ألف مليار دولار دخلت للخزينة في ظل أسعار النفط التي ارتفعت فتم نهبها في حين كان يقول لهم استمعوا كيف يحصل على المال؟ الله غالب أنا في مرحلة تعجاحين كي قلت لكم كنا قادرين شهر نوفمبر ما أخلص في الخدمين لما عندي ما أخبأ عليكم 30 أوت 2017 خزينة العمومية كان فيها 50 مليار دينار لا أكثر 14 ستمبر كان فيها 306 مليار دينار لا تدخل شوية تحت ضريبة لكن البلاد تحتاج متين مليار دينار على الأقل بشتمشي شهر نعم أن نحيب نعم هذا كله لا أعرف كلمش 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 قلنا للشعب ونراحت النفاق النفاق السياسي النفاق السياسي انتهى وقته هذا هذا السياسي بين قوسين جسد الكذب والنفاق وجسد الخداع وجسد المكر الذي هو سيمة في النظام الجزائري على مدار آري عقود حقيقة وأعطى أسوأ نموذج لما يسمى رجل الدولة هذا الرجل الذي لم تكن له عزة نفس كما يتخيل وقد ظهر ذلك جليا حيث أنه كان يتولى المسئولية ثم يطرد ونحن نعرف أن فطرة بوتفليقة لا يسمح للاستقالة بوتفليقة عندما يغضب على مسئول ويستدعيه للمكتب يرتب له كما يقوله حتى لا يستقيل بعد مباشرة يضرب ويستقيل وهو حدث مثلا مع الشريف الرحماني لما كان محافظة ما كانت تسمى الجزائر الكبرى العاصمة الجزائرية لما كان وزير محافظة للعاصمة الجزائر وعمل المهرجان بن مزغنة وصارت عليه حمله بل انتقدوا بوتفليقة من الخارج وعندما دخل ولاه منصب وزاري آخر وبعد ذلك أقال هذا هو ديدا بوتفليقة كان يقيل أويحي بإهانة غير أن أويحي يعود إلى بيته ويبقى ينتظر وبمجرد أن يستدعى إلى منصب آخر يحرع كأنه لا شيء وكان يوصف من طرف الإعلام الإعلام وسائل الإعلام المنافقة كان يوصف بأنه رجل الدولة الذي يلتزم بواجب التحفظ ولكنه لم يكن كذلك نعم لم يكن كذلك بل أنه يلتزم بواجب النفاق تجاه هذه السلطة التي كان يعرفها جيدا يعرفها من الداخل ويدرك تماما أنه لا يمكن أن يستغنوا عن فاسد مثل هذا هي حقيقة هذه هي حقيقة أحمد ويحيا لا يوجد مسؤول تعرض للكره مثل أحمد ويحيا بين الجزائريين لا يوجد من استفز الشعب الجزائري مثل أحمد ويحيا وكان أحمد ويحيا يظن أن الشعب الجزائري لا يمكن أن يتحرك بل أنه في جلساته الخاصة كان يقول لهم بالحرف الواحد هذا الشعب ويقول كلمة مهينة وأنا أترفع عن ذكرها لا يمكن أن يرفع رأسه أبدا وأذكر أنني قلت لهم يوما في أحد القنوات الفضائية وكررتها عدة مرات فاستمعوا ماذا والجزائري عنيد على كل حال عنيد النقطة فقط قبل في مجزرة خمسة مايه ثمانية وأربعين طلع جنيرال فرنسي بعدما قتلوا خمسة وربعين ألف جزائري قال لهم بعد هذه المجزرة لن يستطيع أن يتحرك الشعب الجزائري على الأقل مئة سنة من الخوف من ثمانية وأربعين بعد من ست سنوات اندلعت ثورة التحرير يعني أرعبوهم بمجزرة وقال لك يا استماما لذلك من يراهن على أن الجزائريين سيخيفهم الدم أم أو يرعبهم فهو واهن ونوجه رسالة إلى أويحي اللي قال بالحراك هذا هو عبارة عن ريح في شبك ونقول له يا هذا من أنت هذا الريح هو بك من على رأس الحكومة إلى الشارع وهو الذي سيأخذك من بين أحضان أولادك إلى زنازن الحراج إلى مزملة التاريخ أنت وامثالك من نعم ظن أحمد أويحي أن الشعب راضخ للسلطة ولا يمكن أن يتحرك أبدا وأن أحمد أويحي وعصبات جماعة بوتفليقة استطاعت أن تضع في دوليب الدولة كل من لا يمكن أو لا يمكن أن يتمرد عليهم كان يجري التحضير وكان يحلم بل كان على يقين أنه رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مباشرة بعد بوتفليقة لكن تبخر هذا الحلم تبخر في لحظة قال الجزائريون لا للفساد وقالت وانتصرت المؤسسة العسكرية للعباد نعم وقفت المؤسسة العسكرية مع الشعب الجزائري وهذا الذي أعطى قوة للحراك الشعبي من ظن أن الحراك الشعبي لوحده من دون المؤسسة العسكرية هو الذي سيجعل أويحي يأتي صاغرا ذليلا ويزج به في السجن ويعاقب ويحاسب على فساده واستبداده وعدم احترامه للمناصب العليا التي تولاها فهو واهم كانوا بالأمس فقط يقولون أن سجن أويحي مجرد مصرحية ربما أويحي في بلاد أخرى يتنعى ولكن عندما حضر جنازة العيفة شقيقه رحمة الله عليه ظهرت بأنها ليست جنازة العيفة الراحل بل هي جنازة أحمد أويحي فعليا أن يأتي هذا الرجل الذي كان كما يقول كثير من الجزائرين يذبح بالريشة في البلاد وعطاه بوتفليقة صراحيات لا يمكن أن يتخيل بل أنه في فطرة معينة كان السعيد بوتفليقة هو الحاكم في الظل والواجهة هو أحمد أويحي كانت عملة السلطة واجهة لها أويحي والواجهة الغير المعلنة هي السعيد بوتفليقة يأتي صاغرا ذليلا ولا نقول ذلك ونحن نتشفى لا نتشفى في مثل هذه الحالات بل نقول يجئ نقول ما أعدلك يا ربي ما أعدلك يا ربي عندما تأتي بمسؤول كان يحتقر الجزائريين ويأتي صاغرا ذليلا أمام الكاميرات والشاشات الكاميرات التي كانت تتنافس والفضائيات التي كانت تحلم أن تنال حوار مع أحمد أويحي ها هي الآن تتنافس وتصوره ذليلا وهو بالمصفة بالأصفاد أذكر لما تحدثت عنه إنسان بلا كرامة ما عندوش احترام لنفسه أذكر أنني لما كنت في السجل كان أحد الجزائريين وهو كان أستاذ جامعي وتم سجنه ظلما وعدوانا بأسباب سياسية وكان أعتقد كالرئيس بلدية في ذلك الوقت في ذلك البلديات التي كانت تابعة لجبهة الإنقاذ ولكن كان رجل عنده كرامة عندما توفي أعتقد توفي شقيقه نعم توفي شقيقه وشقيقه الكبير وهو اللي رباهم وكذا جاتوا إدارة السجن مدير السجن فقال له لما بلغوه بالخبر يجبه يبكي قال له إذا كانت تريد الآن أتكلم عن نائب العام تروح تحضر جنازته والله سألوا بالحرف الواحد قال له هل أمشي أحضر الجنازة بليمينوت قال له أكيد قال له عشت عزيزا عشت عزيزا بين قومي فلا يمكن أني أظهر أمامهم في هذه الصورة المذلة قال له أحسن شيء أقدمه لأخي أنني أقيم الليل هذه الليلة وأدعو له صادقا مع الله أم يرحمه ويلطف به شوف الناس اللي عندهم كرامة أما أويحيا الذي محضر في جنازة أمه كانت علاقة الأسرية سيئة مع إخواني حتى العيفة بحد ذات كان ينتقده ولكن عندما سقطت به انفض من حوله كل من كانوا يتقربون إليه بسبب منصبه لم يبقى له إلا العيفة يدافع عنه وها هو دفع حياته ثمن الدفع عنه وتوفي وهو في المحكمة يدافع عن شقيقه الذي تورط في قضايا كثيرة هذا درس وهذه عبر هذا درس لكل مسؤول لا تغتر بالمنصب الذي أنت فيه قد يأتي عليك يوم وتكون في أسوأ حال سواء مثل أويحيا مصفض بالأصفاد وتساق إلى جنائز الأقاربك في صورة مذلة ومهينة أو تكون مثل بتفليقة المتمدد على الفراش وانفض ولا يوجد من حوله إلا شقيقته حتى إخوانه آنوا هذك في السجن ولا أخر مستقال وكذا وكذا لا يوجد أحد يسأل عنه هذا درس لكل مسؤول أن يتق الله أنه عندما تتولى المسؤولية خاف ربي خاف ربي في الناس آس فكر في الضعفاء والمساكين قد تكون هناك امرأة في تلك اللحظة لا تملك قوت يومها وأنت جالس في فندق خمس نجوم ربما على مائدتك أفخر الأطعمة والأكلات فكر في الجزائر العميقة وفي الناس اللي يسكنوا ويأكلوا من المزابل ويأكلوا من النفايات ولا يجدون أو يواري أجسادهم من حر الصيف أو برد الشتاء يجب أن يكون درس لكل مسؤول أن السلطة لا تدوم فقد تكون اليوم في السلطة وفي ذك سلطة القرار وعندك الكاشي تتحكم في الناس لكن هذا لا يدوم ستفقد الصحة ستفقد الجاه ستفقد المال ولم يبقى معك إلا عملك وستدفن في الطراء تحت الطراب نعم ستدفن تحت الطراب وحينها يأتي يوم الحساب وهو درس أن المسؤولية تكليف وليس التشريف من ظنها أنها تشريف سيفقد هذا الشرف وحينها يعيش بلا قد يعيش بلا شرف أن تكسب قلوب الناس بالعدل وبالحكامة العادلة وبالتعامل الحسن مع الناس عندما تسقط عندما يتخلن عليك الناس اللي الفوق تلقى الناس اللي التحت يحملوك لكن عندما تتمسك بالناس اللي الفوق فقط وترفس الناس اللي التحت النهار اللي تطيح من الناس اللي الفوق تلقى اللي التحت ما يعطوك حتى قيمة وها هو يحيى بدل الناس أن نتعزيه تتسابق فقط أن نتصور في هذه الحالة المذلة وشفتوه كيف حالته هذا مزاقه في عام برك ما وصلوش شفتو حالته كيف شوله أن يفكر هؤلاء في المساجين الذين كين الناس سجنوا في 92 و93 وما زالوا يقبعون في السجون في لومباز وفي غيره إلى يومنا هذا في قضايا لفقت لهم من طرف جماعة توفيقه جماعته والآن يدفعون الثمن كي الناس دخلوا للسجون وبأوامر من أو يحيى ما زالوا يعانون الآن أكثر من عشرين عام أكثر من خمسة وعشرين عام نعم فيهم اللي عندهم 28 عام في السجون ظلما وعدوان هذا درس الأو يحيى توفيق الذي تعذب الجزائريون في زنازين الدياراس وبأوامر منه الآن رهيقبع في سجن البوليدة وأنا دخلت سجن البوليدة ووجدت الكثير من الجزائريين إن أبناء شعب الجزائريون هناك في السجن لا لشيء إلا أنهم رفضوا أن يقتلوا الجزائريين هذا درس وفيه عبر أن جاه الدنيا لا يدوم وأن مال الدنيا لا يدوم وأن سلطة الدنيا لا تدوم الذي يدوم هو عندما تعيش عزيزا كريما وبخلق رفيع وليس بسلوك وضيع مع بني جلدتك وحتى عندما عندما ترحل عن هذه الدنيا ترحل عزيزي إن رحلت من منصبك تجد من يحظنك وإن رحلت من دنياك تجد أفعالك في أخراك لست أتشفى في أحمد ويحيا ولكن ولكن الذين يعرفون ظلم هذا الرجل وفساده ويوجد غيره الكثير سيترحم بلا أدنى شك على الفريق أحمد جايد صالح الذي لو لاه بعد الله تعالى الذي سخره في آخر أيام من عمره أن يشفي قلوب الجزائريين الذين تضرروا من ظلم ويحيا وبطانته ومن معه في تلك العصابة من ذلك النظام الفاسد الذي تسلط على رقاب الجزائريين ومارس شط صلوف الظلم والإفساد والإذهاد والإرهاب والاستبداد في حق شعب طيب بالكلمة الطيبة بالكلمة الطيبة تكسب قلبه رغم كل ما فعله ويحيا لاحظت في وسائل التواصل الاجتماعي وتلك المواقع المختلفة تعالت في الجزائريين معه رغم ذلك يقول لا من المفرور ما يهينوه بهذه الطريقة رغم أنه هو أهان نفسه شوفوا هذا الشعب الطيب هذا الشعب الطيب رغم أنك عنده تظلمه وتمارس عليه كل ما لا يمكن تخيله من إضطهاد بل رغم من ذلك يتسامى وقلبه مثل الثلج الأبيض من حكم شعبا كالجزائريين رغم ما تمارس عليهم من إفساد على مستوى الأفكار وعلى مستوى الأخلاق وعلى مستوى المجتمع ورغم ذلك كله ورغم ذلك كله ما زالت نبضة الخير في هذا الشعب حتى مع أصحاب الشر ووجوه الشر كما يقال الذين مارسوا كل أنواع الشرور باستخلال السلطة أحمد ويحيا هي ليست سقوط رجل ولا سقوط مسؤول بل هي حقبة سقطة بفسادها وظلمها وأتمنى أن الجمهورية الجديدة تأخذ الدروس والعبرة فالسلطة لا تدون والحكم لا يدو فكما تدين تدان السلام عليكم ورحمة الله تعالى ببعا 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 ترجمة نانسي قنقر